إيه الأثار النفسية اللي ممكن تحصل لولادي نتيجة للتنمر أول حاجة الشعور بالقلق والغضب والإجهاد المستمر وحاجة سمع العجز المتعلم يعني أنا من كتر ما أنا حاسس بالعجز فبقيت أنا عاجز بس ده أنا تعلمت وده مش موجود جوايا الاكتئاب وأحيانا الانتحار الشعور بعدم الأمان وعدم الثقة في نفسه وفي العالم اللي حواليه اضطرابات ما بعد الصدمة ممكن يلجأ للمخدرات عشان يخفف من وطقة المعاناة النفسية ممكن الشخص اللي بيتفرج على التنمر ممكن يحصل له نفس الأعراض دي الشخص المتنمر نفسه ممكن يتعرض بعد كده أن شخصيته تتنور يكون شخص معادي للمجتمع دي الأثار النفسية بعض الأثار النفسية في عندنا الأثار الأكاديمية ممكن تلاقي الطفل بيتغيب عن المدرسة مش عايز يروح المدرسة ممكن يكون قاعد في الفصل مش مركز أصلا لأنه هو مركز إيه اللي هيحصل له في الفسحة مركز إيه اللي هيحصل له هو ماشي فهو مش مركز ما عندهش تحصيل دراسي كافي تأخر الأكاديمي بشكل عام كمان من ضمن الحاجات اللي بتأثر أو التأثير الاقتصادي للتنمر أن الأطفال اللي معرضين للتنمر دول بيكونوا بعد كده عندهم اضطرابات نفسية بيتسبب لنا في خسائر الملايين على الأدوية والدكاترة وخلافه والتأخر الدراسي ده ممكن يخلي فيه عندنا بنسر الفلوس وفي النهاية ما بيقاش عندنا المردود اللي مفروض يكون موسيقى موسيقى